إنجاز لبنان جديد بعالم السينما فيلم بروكن كيز اللي بشارك السيني بمهرجان كان السينمائي ضمن الترشيحات الرسمية للمهرجان الفيلم من كتبت وأخراج جيمي كيروز ماذا أنت تكون هيدا التائتل؟ ليش التائتل؟ ما هو؟ ستحشو؟ بيانو فهي الأسة بتحكى عن شاب عم بيجرى يعمر البيانو تبعه من بعد ما اتدمر من جهادية أو أصولية بما حلوان منعت الموسيقى فمشان هيك فيه كيز بروكن كيز الأسة عم بتصير بين سوريا والعراق بالحرب اللي صارت هلأ وبما حلوان منعت الموسيقى بس عرفت إنه الموسيقى منعت عن جنة صدمت أنا ما تخيلت إنه الشي هلقات حلوة مثل الموسيقى وبريء مثل الموسيقى مع القوين المنع وأنا بدأ بيانو ليش طرق هو اللعب هالدور تحديدا؟ في سببين لأنه أول شي طرق كلمعي بالشورتفين وأنا لقيتنا عمل شغل كثير حلو بالشورتفين وحبايت إراء أشتغل معه وكمان هيك طرق شكله شخصيته اللي هو قطع فيه شخصيات من حياته ولقيته هيك قريب شوي من كريم اللي هو المين كاركتور تبعنا كمان نف جوستة تشتغل علينا يكون بيكان للفيلم؟ أكيد لا ليش عمل لا مش معناتها ما كنا كل واحد بيحلم بيكان شو كان هدفك الأساسي من الفين؟ إنو شو؟ بس تعملي فيه الهدف الأول شي الأول من فيه إنو هيك أنا عاي هوب إنو فيك توصل المساج للجمهور ومساج يكون حلو وبس يحضروا الفين بيطلعوا منه هيك مع مع برسبيكتف جديدة على الشي اللي عمل خبره مظبوط ما فيه فستيفال مظبوط ما رح نروح فيزيك اللي عكان مظبوط ما فيه جاويز بس هيدا أحلى بوش يعني كان أهم فستيفال بالعالم نحن 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 نعم بعمل مع جابريال يارد وهي هو للموسيقى مؤسكار ومؤسكار مؤسكار 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 زعلت على قصة لبيانة؟ لا زعلت على شي يلا أبع أبع وين بابا؟ أبع هاي مهمة انتحارية ما حدا جابريك تجي أما تخاطر بحياتك مشان ببيانو هادو خيار المحيط أضييك مانا جنجر انتو الأفلام اللي عادة بتشتغلوا عليها هي أفلام لمخرجين عندن دجاة خبرة وانتو صرتوا تعرفون مثل نادين لبكة زيادة دويرة لماذا اليوم جيمي كايروز حبيتوا انكم تعتقوا فرصة وتشتغلوا معه على هذا الفيلم؟ لا تربحي معنا أول شي نحنا مش مش بس منشتغل مع المخرجين اللي معروفين أو اللي قراضي نحنا بلشنا قصتنا مع نادين لبكة بأول فيلم عملته كرامالفا نادين كامير كان أول فيلم لألا كلنا سوا كلنا جيمي كان عنده شورت موفي بيحكي شوي عن زيت القصة اللي يصورنيها فهو كمانا كان متمرن وعامل القصة بتشبه القصة الطويلة طبع هيدا الفيلم كتير حبينا الشورت موفي كأخراج وتقرينا السيناريو كتير حبينا السيناريو ككيف مكتوب والقصة ومتماسكة وأكيد نحنا أولادي شغلين مع البروديوسرز طبعا جيمي كايروز ياللي هن إزاكيال أو تون سحناور وفراد دومو عملنا معهم فيلم زياد دويري لانسود خبرين أكتر عن مشاكل اللي أنتو واجهتوها خلال تصوير الفيلم المنطقة اللي كنا عم نصور فيها كان عم بيجي الجيش قبلنا لأنه كان فيه ألغام سو فيه مناطق ما كان ما فينا نفوت عليها لأنه بالألغام كانوا بعضهم لما عرفتو أنه الفيلم تام اختياره بمهرجان كان السينمائي شو كان تردد فعلكم وهل تفجأتو ولا كنتو عارفين يعني كنتو حاسين أنا برسونال ما كتحاسة أنه الفيلم لح يوصل يعني لا أكيد ما وتتقري السيناريو وتتعرفي على المخرج بتعرفي إذا هيدا فيلم حسان ربحان أو حسان خسران اشتركوا في القناة